ازيكوا حلوين عاملين النهار ده يا رب اكونوا بخير الوقتي انا ما هعمل معاكم الرز باللبن بطريقتي انا يا رب تعجبكم دي معايا هنا مج رز انا غسلاه من الشفاة كويس بالشكل ده اه طبعا الوقتي كده انا طحنته في الخلاط او في الكبة يعني اللي موجود طحنته بالشكل ده بعد ما اتغسل هنحطه الوقتي ياخد غلوتين هنحطه في مية بتغلي بحيس ان هو بس ياخد نص السوى بتاعه في المية لحد ما تنشف خالص بالشكل ده وهنبتدي ان احنا نهد عليه النار عشان ما يفرج طبعا هو بالشكل ده هبتدي ان انا اقلبه يعني الرز بان ان هو ناعم خالص بعد ما اتطحن في الكبة اه كده هبتدي ان انا اقلبه ونهدي النار عليه لحد ما ينشف خالص كده بالشكل ده بعد ما اخد الغلوة بتاعته هاتغلوتين بقى شكله كده يعني الكريمي خالص بعد ما يعني اتغلى لان الرز ما بيبقى الوحدة بوحدتها ما بتبقاش شكلها زريف دلوقتي معايا مج سكر هنحطه عليه والوقتي انا حطيت اللبن عليه الكيلو ومعايا هنا ده النشا ومعلقتين كريم شانطيه بالشكل ده الوقتي هنقلبهم كده عشان السكر يضوب فيه وبعدين هنزل معايا ده معايا ورقتين فانيليا كده هننزل عليه بالفانيليا ونسيبه ياخد الغلويتين بس حاجة بسيطة لحد ما يتمسك طبعا الشكل بقى كده بقى كريمي بالشكل ده كده هبتديني نقلبه نصبه بقى في البلات وده الشكل في النهاية يارب يعجبكم وما تنسوش تقولولي رأيكم في كومنت ولو في اي حاجة حابين تقولها لي برضو وصبها الف كومنت ويا ريت ما تنسونش باللايك لان اللايك اللي بيرفع الفيديو وما تحرمش منكم جدا ولا من دعمكم طبعا ديت انا اجرب معك واحدة كده هو لسه عشان بس سخن مش متماسك قوي بالشكل ده طعمه جميل ما شاء الله هو حاجة سهلة وبسيطة عشان اولادنا اللي مش بيحبوا يشربوا اللبن على الاقل ويبقى حلو في الصحور